تعال بقى قوليك لوقتة تانية. كانت مستفزة كل الناس. يا جماعة مع منتخب مصر يجيب. من السنين محمد اجاول يعمل حاجة زي ما عمل في 2021. تعال بقى اشوف. اه مصطفى فتحي قال يعني زهي بقى بص مصطفى فتحي. بقى مصطفى فتحي بعد ما جاب الجنة التامن ضربة الجزاء التامة مع منتخب مصر. امروح لابو جبل. قال له يا كسبنا انت بقى. يعني اعمل حاجة بقى بص الكدر اللي بعد. ايوة يعني اللي هو بيقول له يلا بقى يعني شد حيلك بقى بص هتلاقيه بيقول له يلا بقى ابو جبل يعني مش مش كده. شد حيلك هتلاقي الكدر اللي بقى. يعني كلنا كنا بدول كده. بالزبط. وانفل ايه بص هو مدائي. يقول له كسبنا انت بقى انت عارف بيحمسه. يقول له كسبنا بقى ايه. هروح يغبط له على دراعه. انا من وجهة نظر يا كريم. انت بقى لك ست ايام. عارف انك بنسبة كبيرة هترعب ضربات الجزاء. والماتش مصر رايحة بيه لضربات الجزاء. اداء اداء مستوى محمد ابو جبل في ضربات الجزاء كان فيه عدم تركيز كبير جدا. وده يرجع نقاسف تاني كل الاحداث اللي حصلت قبل المباراة. وانا بقول هنا ليه يا كريم الواحد متضايق. لان ده ابو جبل اللي كسب منتخب مصر ماتشين في الفين واحد وعشرين. كده بوار ضربات الجزاء. والكاميرو انت صاحبة الارض ضربات الجزاء. وكان عدد ضربات الجزاء لقى تخطة ستة او سبع تزديدات ضربات الجزاء. النهاردة تسعة تمانية. يعني بتروت ترمي في حتة واحدة وما جبتش ولا واحدة. واللي جات لك على عدلتك ما عرفتش تجيبها. عالت عدم تركيز من وجهة ناصرية.